بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليمها اللهم لك الحمد وعلاب ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلان بعد أن شرت عليهم الزهدى في درجات هذه الدنيا الدنيا وذخرتها وذبرجها فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وغربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جمتك إلى أن خرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الخلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لصام صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليها وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا وبعض أولدته من غيراب وأعطيته البينات وعيته بروح الغدوس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهجا وتخيعت له مؤوسيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة اغامتا لدينك وحجتا على عبادك ولا لا يزول الحق ومغره ويغلب الباطل ولا أهله ولا يقول أحد لولا رسلت إلينا رسولا منذرا وغمت لنا علما هادیا فنتبع آياتك من قبل أن نظل ونخضر إلى أن انتهيت بالأمر إلى هبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فقالك من تجبته سيد من خلقته وصفوة من استفايته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبئارك وبعثته للثولين من عبادك وأوطعته مشارقك ومغاربك وسخات له البراط وعرجت به اله والسمایک وأوزعته علم موقع وما يكون لنغضاء خلقك ثم ونصرته بالرعب وحففته به جبرئيل وبیکائيل والمثومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وظالك بعدا بواته مبواسد من أهله واجعلت له ولهم أول بيت وذلنات للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه عيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وغلت إنما يريد الله ليذهبانكم الرجل أهل البايت ويطهركم تبهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وعليه مودته في كتابك فغلت غل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة وغلت ما أسألتكم من أجر فهو لكم وغلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوهم السبيل إليك والمسلك إلى رزوانك فلمن قبط أيامه أقام ولیه وعليه بن أبي الطالب صلواتك عليهما وآلهما هادیا نذکانه والمنبر ولكل قوم هاد فقال والملو أمامه من كنت مولاه فعليه مولاه اللهم آلما وعلاه وعادما وضاه وانسر من نساه واخضر من خبله وقال من كنت أنا نبيه فعليه أميره وقال أنا وعليه من شجرة واحده وصاير وناس من شجر شطا وحله محل هارون من موسى فعال له وانت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وخل له من مسجده ما خلله وستدل بغابه ثم موداه وعلمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعليهم بابها فمن أراد المدينة والحكمة فلياتها من بابها ثم قول أنت أخي ووسي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعة كالام عابل من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الظلام ونورا من العمى وقبل الله المتين وسراطه المستغين لا يسبغ بغرابة في رحيم ولا بصابغة في دين ولا يلحظ في منغبة من منعقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وعالهما ويغاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه سناديد العرب وغتل بطالهم ونعوش ذؤبانهم فأوضع قلوبهم أحقادا بدريته وخيبرية وخنينية وغيرهم فأضبت على عداوته وأكبت على منابضته حتى غتل الناكثين والغافطين والمارغين ولما غضى نحبه وغتلهم أشغل آخرين يتبع أشغل أولين لم يمتثى الأمر رسول الله صلى الله عليه وعاله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مغتره مجتمعة على قطيعة رهمه وإغصاء بلده إلا الغليل ممن وفع لرعاية الحق فيهم فقتلهم من قتل وسبهم من سبيل وأغصيهم من أغصيه وجرى الغضاء لهم بما يرجع له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتغين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلط الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى لطائب منه بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندوا بالنادبون ولمثلهم فلتظرف الدموع وليسرخ السارخون ويضج الغجون ويعج الغجون أين الحسن أين الحسين أين الروم الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأغمار المنيرة أين العنجم الظاهرة أين علام الدين وقواعد العلم أين بغية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعدون لغطع دابر الظلمة أين المنتظرون لقامة الأمت والعواج أين المتجعون لإزالة الجور والعدوان أين المتدخرون لتجديد الفرائض والثنان أين المتخيلون عادة الملة والشريعة أين المؤمن والحياء الكتاب وحدوده أين محيم عالم الدين و أهله أين غاسم و شوكت المعتدين أين حادم و ابنية الشرك و النفاغ أين مبيد أهل الفسوغ والعسيان والطغيان أين حوصده فروع الغي والشغاق أين طامثه آثار الزيغ والأهوام أين قاطعه حبائل الكذب والافتراك أين مبيد العطاة والمردات أين متأسل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معذ الأولياء و مظل الأعداء أين جامع الكلمة على التغوى أين باب الله الذي منه يؤطى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتسل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفكر و ناشر راية الهدى أين مؤلفه شمن السلاح والرضى أين الطالبه بضحول الأنبياء و ابناء الأنبياء أين الطالبه بدم المغتول بكربلا أين المنصور علىه من اعتدى عليه وفتراه أين المصدر الذي يجاب إذا دعوه أين صدر الخلاء غذ البر والتغوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغرى وابن فاطمة الكبرى بابي أنت وأمي ونفسي لك الوضع والحرى يبنى السعودة المغربين يبنى النجباء الأكرمين يبنى الهدوة المهجيين يبنى الخيارة المهذبين يبنى القطايفة الأنجبين يبنى الأطايف المطهرين يبنى الخضايمة المنتجبين يبنى القماغمة الأكرمين يبنى البدور المنيرة يبنى السرج المضيئة يبنى الشهب الضاغبة يبنى الأنجم الظاهرة يبنى السبل الواضحة يبنى الأعلام اللائحة يبنى العلوم الكاملة يبنى السنن المشهورة يبنى المعالم المهذورة يبنى المعجزات الموجودة يبنى الدلال المشهودة يبنى السراط المستقيم يبنى النبع العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لد الله علي حكيم يبنى الآيات والبينات يبنى الدلال الظاهرات يبنى البراهين الواضحات الباهرات يبنى الخجج البالغات يبنى النعم السابغات يبنى طاها والمحجمات يبنى ياسمين والضاريات يبنى الطور والعاديات يبنى من دنها فتدلها يبنى من دنها فتدلها فكان غابغا وثقنا وآدنا تنظى واغترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين الثغرات بك النوى بل أي أرض تغلكها أو ثرى أبرضها أو غيرها أم ذي طبها عزيز علي أن أرى الخلقها ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوها عزيز علي أن تحيط بك دون البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكها بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منها بنفسي أنت من نازح ما نذه عنها بنفسي أنت أمية شائق يتمنى من مؤمنين ومؤمنتين ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يصامى بنفسي أنت من أقيل مجد لا يجعظى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تظاهر بنفسي أنت من نصيف شرف لا يصامى إلا متى أخرى فيك يا مولاي وإلا متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخضلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم معجرى هل من معينهم فأطيل ماهو العويل والبكى هل من جزوعهم فأصاعدا جزعه إذا خلا هل غديات عين فتاعدتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد ثبيل فتلغى هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى متى نرده من آهلك الروية فنروى متى ننتقعه من عضب مائك فغطى للصدا متى نغاديك ونراوحك فنغر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترا أترانا نخف بك وأنت تأم الملاء وقد ملأت الأرضها عدلها وأضغت عدائك هوانا وعقابا وأبأت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتفت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشف الكرب والبلوى وإليك السعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فاغيث يا غياط المستغيثين عبيدك المبتلاه وعره سيده يا شديد القواه وعزل عنه به الأسا والجواه وبرد غليله يا من على العرش السواه ومن إليه الرجوع والمنتهاه اللهم ونحن عبيدك الطائغون إلى ولیک المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عسمته وملاذه وغمته لنا غوامه ومراذه وجعلته للمؤمنين منا إمامه فبلغه منا تحييته وسلامه وزدنا بذلك يا رب إكرامه واجعل مستغره لنا مستغره ومغاه وعتمم نعمتك بتقديمك إياه ومامنا حتى توردنا جنانك ومرافغة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وعلى محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من أبائه البررة وعليه أفضلها وأكملها وأتمها وأدوها وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أسفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نقاد لأمدها اللهم واغم به الحق وأدهل به الباطل وأدهل به أولياءك وأغلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافغة ثلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزته ويمكثه في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معسيته وامن علينا برضاه وأب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعتا من رحمتك وفوزا عندك واجعل سلاتنا به مغبولا وظنوبنا به مغفورا ودعونا به مستجابا واجعل أرزاغنا به مبسوطا وهمونا به مكفية وحوائجنا به مغضية وأغبر إلينا بوجهك الكريم وأغبر تغربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيمة نستكمل به الكرامة عندك ثم لا تسفها عنا بجودك واثناء من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأثه وبيده ريا رويا هنيا طائقا لاظما بعده يا أرحمان الراحمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة